بسم الله الرحمن الرحيم ده الفيديو التالي بقى نكمل مع بعض طبعا انا ركزت على بروكوست لانه قادة بيانات مهمة جدا للرسائل وفي نفس الوقت مشكتها انها مش مجانية لازم تدفع اشتراك الحل بيبقى عن طريق بنك المعرفة المصري وهي مبادرة من وزارة التعليم العالي بتساعد ان المسجلين معاها كباحثين بيقدروا انهم يدخلوا على المصادر المختلفة اللي عندهم من ضمنها بروكوست تدخل بروكوست تتحمل اي رسائل انت عايزة فانت محتاج تسجل على البنك المعرفة المصري هتلاقي ليهم قناة على اليوتيوب هتلاقيهم ليهم كذا مكان بيعلموك ازاي تسجل كباحث عندهم لو انت مش مسجل ده مثلا الصفحة الرئيسية بتاعتهم هي انا مثلا مسجل معهم هدخل على sources طبعا انا محمل الصفحات من بدر عشان بس التسجيل عشان النت بياخد وقت الساعدات معايا في التحميل فبضغط على sources لما بضغط عليها sources المصادر الاجنبية يعني او الانجليزية ان هم عندهم مصادر مختلفة كتير هنزل كده دور هم طبعا بيغيروا اماكن الترتيب واحدة واحدة لكن في بروكوست هاي بروكوست قعد بيانات كبيرة مشهورة وما بضغط عليها بلاقي اللينك ده بضغط على اللينك ده اللي هو بحيث الرسائل الماجستري والدكتوراه بتاعتهم الفول تكست بضغط عليها بيبتدي يطلع لي صفحة لما بضغط عليها بتطلع لي الصفحة هنا هم سايبين لك لما تيجي تعمل على كل المصادر اللي عندهم او كل المراجع اللي عندهم لا احنا عايزين ندور على عايزين ندور على الرسائل وبعد كده بنختار عشان انا عايز الرسائل الكاملة مش عايز حاجة تبع عنوان الرسالة وخلاص انا استفدت ايه لو اخدت عنوان الرسالة وخلاص انا بركز اكتر على الفول تكست اللي يكون عندهم المرجع كامل بعدين مسلا ما بكتب انا عايزه بكتب مسلا مثلا 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 اخليها كده أي حاجة تانية انت عايزها علشان الوقت بس ده النتائج اللي بتطلع معايا طبعا طلع لي تنمية اربعة وتلاتين رسالة ممكن بقى احنا ايه نختار وقت الرسالة مثلا اللي بنشره في اخر خمس سنين بحيز ان دي تبقى احدث حاجة ما تبقاش حاجة قديمة يعني ما ظنش ان الحاجات القديمة زي كده هتبقى فيها شغل كويس لكن هو في الاغلق بعمل بصراحة بحس بتاعه كويس وانت تقدر تدور هنا ادي عنوان الرسالة وادي وممكن تدوس شو ابستركت عشان تشوف اكتر من كده شو هي لكن انا بصراحة يعني مع خبريت انا في التعامل مع البرنامج انا بحبش الحاجة دي انا مسلا من الرسالة دي مسلا اوليك ان الرسالة دي عجبتني مسلا باجي اعمل ايه انا شايف العنوان ده مناسب مثلا ان هو تأثير الجيومتري والستكشومتري بتاع نانو فارتيكالس على نشوفها باجي على ابستركت وديتيلز اللي هي معلومات الابستركت وبقية التفاصيل كليك يمين افتحها في صفحة جديدة علشان لما بتعامل مع صفحة رئيسية في حاجات بتدوزه بتاع المهم يعني باختصار شديد دي الطريقة اللي انا بنصحك بيها يعني لما نفتح في صفحة جديدة هتطلع معي حاجة زي كده ادي يعني وانا الرسالة بالكامل ادي الابستركت لو انا عايز اشوف الفول تكست ادوس من الهوة هابتدي يحمل معي الفول تكست ويفرجني عليها جوه البراوزر بتاعي هابتدي الديتيلز اعرف منها يا سنة كام جامعة ايه الكلام ده ساعات الحاجات دي بتفرق معي القسم اللي هي منشورة منه ساعات بتفرق لكن دي معلومات هاي الموجودة طيب عجبتني الرسالة دي عايز احملها عندي زرار download PDF فقدوس هنا download PDF هبتدي يحمل معي الملف انا طيب دي الفكرة كده ببساطة انت تقدر تغير بقى مثلا ايه انا كتبت هنا لامب ستانو بارسيق سبعين كلمة سكريبت زي ما قلتلك بالفيديو اللي فات عشان ادور بوست الرسائل دي هل في حد منزل سكريبت ولا لأ فببتدي ابص مثلا فتلاقي ايه وانت بتعدي كده ممكن تلاقي حد كلمة سكريبت واضحة هو معلم لك عليها highlight بس في الاغلب العام مش تبقى واضحة علشان سكريبت بتتكتب اكتر في الابندكس في الملحقات الرسالة لكن هنا في هو بيركز اكتر على الابستريكت فالابستريكت ما بيبقاش باين فيه كلمة سكريبت لكن لما بيلاقي كلمة سكريبت بيطلعها لك فساعد بيضايق علي حتى البحث شوية زي ما انت شايفها هم هو هنا بيقول لي انت تقصد هو مش فاهم كلمة لامبس دي معناقي لانه هو مختصر اسم البرنامج يعني فاهم مش فاهم فانت ما تدوسش على الحاجة زي كده ما يكش دعو بيه سيبك منه هو احنا عاملين سيرش مظبوط ما تشغلش بالك بي يعني ودي لامبس هي بتطلع يعني الكلمة بينا ان الرسالة استخدمت البرنامج ده 2018 حاجة حديثة دي نفس الرسالة ونفتحنا على فكرة من شوية وهكذا هتلاقي حاجة زي كده اتمنى تكون فكرة واضحة هتكرر معك الموضوع مرتينة عشان ما تنساش تخش على البنك المعرفة تعمل الحساب هناك من الحساب تخش على المصادر تدور على تدخل على انت لنا معاك بقى القاضي البنات مفتوحة ايش حياتك بقى زي اللي فرقتك عليه في فيديو اللي فيها تكتب كلمة نانو بارتكال نانو ماتيريال دنيا مفتوحة يعني تشوف برامج تانية غير اللمس زي ما انت شايف زي ما قلتلك السلسلات دي كلها مهتمة بالبرمجات مفتوحة المصدر لكن احنا مركزين على المص عشان هو ده اللي يهمني في شغل لكن معاك كزا حاجة تكتب كلمة تكتب كلمة تكتب كلمات اللي انا تكلمتك عن المرة تشعارب كلمة كلمة وها كزا لكن زي بقولك هنا في الأغلى مش هتظهر ان هو بيهتموش قوي بالابندكس بيبقى باع الملف في البي دي اف لكن هو بيعمل لك سيرش اكتر مع الابستركت المتيح هتمنى تكون الفكرة واضحة وتمنى انت تكون كده عرفت ازاي تمسك اول طرف الخيط في الأبحاث ازاي انت مهتم بقرية معينة تطور على رسائل والأبحاث اللي فيها تبقى انت كان مساكت طرف الخيط تبتدي بقى ايه ربنا يوفقك ده بقى تقلد الأكواد اللي أما كانت بينها لغاية ما تطلع نفس الشغل وبقى كانت تبتدي بقى ايه تطور عليهم وتعمل الشغل بتاعك انت فرسالتك يعني بإذن الله شكرا